فتوح من اللعيبة اللي عندها انتماء اه من اللعيبة اللي عندها انتماء انا بحب فتوح ده بالنسبة لي سبك من المستوى اللي هو عشان بك لا فتوح ده شخصة جميلة اه وشخصة محترمة طبعا ومن اللعيبة والله العظيم من 3 آنة انا بقولولك انا مسكت فرقة 97 كان فتوح موليد 97 او 98 تقريبا والله من اول يوم حتى امز زمالك طلع واسموحة عارة والله العظيم من الناس القليلة اللي قلت ده ما ينفعش يطلع عارض اللعب جامد جدا وربنا قرمه بتاع بس أنا نفسي اللي هو فتوح عنده إمكانيات لو دسعني نفسه أكتر هيبقى في حتة تانية وجد وانت بتتكلم في 24-25 سنة طبعا يعني انت ما تتوقعش رحيل فتوح النادي الزمانك انه هو حتى بالتحديد يعني روح النادي الزمانك بص أصب في الأول لا لا بص حتة الأهلي بص حتة انتماء حل ممكن فتوح روح النادي الأهلي من نقطة نظرك لا 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 أنا أستبعدها اللي زي ما بقولك فتوح ما جايش من سنتين ولعب في الزمانك يعني إمام عشور دخل من سنتين ولعب لا أكتر من سنتين شوية ثلاث سنين لكن فتوح لا في ناس يبقى أما تتعامل معها وتتكلم معها حتى برر منعب دربت فتوح طبعا أنا بقولك دربت فتوح في النشئين وفي الفريق الأول وعلاقتي بيه حبيبي يعني فيه ناس تعرف أنا آسف في اللفظ بتهجس وفيه تعرف اللي هو من جوا أبيض زي ما بيقولوا إحنا بس زيزو رغم أنه هو مش من أبناء نادي الزمالك بس عمل مشهور رائع مع نادي الزمالك هل برضو ممكن في يوم الأيام تتوقع أن زيزو مثلا يأخذ نفس طريق لا زيزو لا أنا أقولك الحاجة أنا زيزو ده أول واحد يستقبلته على باب النادي لما جي من بلديك العطاق أول واحد اطلعت جال التليفون اطلع في لعيب خش خدته كده منه وعرفته على الجهاز الفني ساعتها وعلى العيبة وبتاعه واشتغلت معاه وما سافرتش مع الزمالك واشتغلت معاه بين اللي هو لأ بولد متراب جدا واللي نافع زيزو والده والده صح دماغه ماشاء الله حلو لا بص ماهما تكبر أنت عندك حدود مع والدك وبتسمع والدك أولا جدا للأسف الشديد دي عارف أنت في بعض لعيب تلكورة أول ما بتجري معهم بيتحكموا في الناس الكبيرة أخد بقى أنت فهم لكن ده مش من نواية دي خالص خلي بالك أنا اشتغلت كمان في المينيا اللي زيزو منها فشوف بيتالع لي هناك وبيتالع لي والده لكن انت استقبلته أول واحد على بابنا دي الزمالك فأول يوم ليه داخل المين وأنا أول يوم واشتغل وبتاعه كان الكلام إيه ما بينكو أو هو كان بيتكلم إزاي والله ما كان بيتكلم كان بيجي يشتغل وحتى هو نزل صورة لي أو ليه أول صورة نزلة كنت في الملعب كنت هو وخالبه طيب أنا اللي كنت استقبلتهم استقبلتهم يعني وجيزو بتاعه وجيه في وقت كده رحنا بدي أين بي ماتش أين بي كسبنا أربعة واحد كان كابتن علي ماهر ماسيك أين بي ونسمهم ودرجات والله ما كانوا يعرفه يعني اسمه لسه مين ده تك تك مش بس عايزوك حاجة عايز عايز عنده الرغبة عايز جمه أكل نوم حافظه على نفسه عارف يصار إمتى وينام إمتى بتاع زي ما قولك دي كلها إيه تعليم 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 وتربية هل كان في مشاكل معينة لا إصابات مزمنة ممكن حيطة الإصابات بص عشان أخش لك في مزمنة أنا مش دكتور مش